ينضم لينا من لندن مراسل غد عمر المنيري عمر الحكومة البريطانية تقدم على فرض غرامة على تجمعات داخل المنازل رغم هذا الانخفاض النسبي في عداد الإصابات في الساعات الأربع وعشرين الأخيرة ما هي التفاصيل لديك؟ نعم هذا الإجراء هو الأخير وربما سيكون لك إجراءات أقوى وأكثر من ذلك 800 جنيه استرليني غرامة لمن يستضيف أكثر من 15 شخصا في منزله وربما يتم مضاعفة هذه الغرامة لتصل إلى 6400 جنيه استرليني لنعلم تماما ماذا هي الخطورة التي تواجهها بريطانيا في الأيام القليلة الماضية ولا يزال أمامها الكثير لمواجهة هذا الفيروس القاتل وهذه السلالة التي تنتشر بشكل كبير كالنار في الهاشين هذا الإجراء وتفعيل دور الشرطة المستمر يؤكد أن هذه الحكومة عازمة على أن تخفض هذه الأعداد نحن نعلم أن في الأسبوع الماضي فقط نحن نتحدث الآن أقل عدد للوفيات كل يوم تقريبا هو 1200 وفاة يوميا أحيانا وصلت إلى 1200-1600 هذا هو المعدل إذا كان استمر هذا المعدل على هذا النحو لا نعلم كيف ستكون هذا الانتشار الكبير وخصوصا أن هناك أرقاب تقول أو إحصائيات تقول أن بعد أجازات الكريسمس أو أعياد الميلاد السابقة انتشر البايلوس بصرعة البرق وهي ربما ستندم الحكومة البريطانية على أنها أجازة هذه الأجازة المستشفية تعاني بشكل كبير كما سمعنا في التقرير الشرطة وأفراد الشرطة الآن يساعدون سائق سيارات الإسعاف في سياقة هذه السيارات أيضا الجيش الآن ربما في مدينة برمينغ هامن واحدة هناك 400 فرد من الجيش يقوم بعمليات التطعيم المستمرة صحيح أن عدد الذين تمت تطعيمهم اليوم اقترب تقريبا من 5 ملايين شخص لكن هناك رقم يجب أن تصل إلي الحكومة منتصف شهر فبراير وهو 14 مليون شخص لتطعيمهم كل هذه الإجراءات تحتاجها بريطانيا بوقف هذا الانتشار وهذا عدم الاهتمام الموجود في الشارع رموما نحن في أحد شوارع لندن في منتصف لندن ترين حركة السيارات المستمرة وهذا معناه أنه ليس هناك تعاطي بالشكل الكبير الذي تتوقع الحكومة لذا فرضت هذه المخالفة الكبيرة هذا اليوم ربما سنرى مخالفات أكبر في الأيام القليلة المقبلة يعني إجراءات الإغلاق كان لها الأثر السلبي الكبير على الشركات وعلى ضوئه هناك مطالب من قبل الشركات في بريطانيا بإجراءات اقتصادية طارئة من قبل الحكومة البريطانية لمساعدتها وإنقاذها في هذا الظرف ما هي هذه المطالب وما احتمالية أن تلبي الحكومة البريطانية ذلك بتقديم المعونات والمساعدات لهذه الشركات نعم لينا كما تعلمين نحن الآن اقتربنا من عام كامل مع هذه الإغلاقات وهذه الإجراءات المستمرة الشركات بشكل عام تأثرت بشكل كبير هناك شركات أفلسط بالفعل على المستوى الفردي لكل شخص آخر إحصائية تقول أن تسعة ملايين شخص اقترضوا في الشهرة القليلة الماضية من أجل التعامل مع هذا الإغلاق في المقابل الشركات الكبرى الشركات الكبيرة نتحدث عن شركات الطيران شركات الضيافة شركات المطاعم والأكل كل هذه تأثرت بشكل كبير لا يستطيعون أن يدفعون رواتب العاملين داخلها وهناك ليس هناك موارد لهذه الشركات ليس هناك موارد للضيافة السياحة متوقفة تقريبا شركات النقل التي كانت تعتمد على النقل البري أو النقل عبر الطائرات أو ما ذلك توقفت تماما كل هذا ليس معنى أن بريطانيا عليها أن تستمر في دفع المزيد ليس أن تقف هذا الدعم حتى شهر أبريل المقبل تخيلي إن فتحت الشركات مرة أخرى وقامت تخطيب في شهر أبريل كيف ليست هذه الشركات لديها أي موارد لدفع رواتب العاملين لديها وهذا يتطلب كما ذكرت تقليل من دقالين أن تمدد هذه الحكومة دفع هذه النوعية صحيح أنها دفعت بالفعل 300 مليار بني استرديني لإعانات ومشاركة الشركات في دفع رواتب الموظفين لكن على الأقل تحتاج المزيد والمزيد لأن هذا بشكل يومي الاقتصاد متراجع تراجع من 3.8% نمو الآن أصبح 2.8% ونتوقع أن يظل لا ننسى أيضا أن البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر كثيرا على حركة النقل وحركة السلع وما إلى ذلك كل هذا يؤثر صحيحا بالخروج ويؤثر أيضا بالقيود التي فرضتها أوروبا وفرضتها بريطانيا على هذه السلع كل هذا يؤثر بشكل كبير بريطانيا إن لم تسعى وإن لم يستطع وزير الخزانة أن يضع شيئا جديدا ويستمر في هذا ربما سيكون هذا سبب في إخالته في النهاية لأن هناك ضغوط كبيرة على الحكومة أنها يجب أن تتعامل مع الأمر بشكل كبير وخصوصا أن عدد الوفيات لازل مستمر المستشفى تعاني بشكل كبير وهناك أيضا معاناة من نقص في الأكسجين كل هذه مصاريف ومصرفات كبيرة على هذه الدولة لكنها لا ننسى أنها دولة عظمى من سادس دول العالم من حيث الترتيب الاقتصادي أشكرك جزيلا عمر المنيري مرسل الغد